أزل أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسفرو الحلقة هذه سميتها أسفرو بس باش تعطيني سعة في البحث لأن كلمة أسفرو تعني البيان وسميت هذا البرنامج أسفرو بدل مثلاً أمارك وغيرها من الأسماء الأخرى فقط زي ما قلت باش اسمحلي بالتنقلة ما بين أصناف وأجناس الأدب الأمازيغي اللي هو تسكلة هذا البرنامج زي ما هي العادة وبانطلاقاً من جبل نفوسة مخصص لأمازيغ ليبيا والمهتمين منهم بالشعر الأمازيغي من خارج ليبيا حتى لو قلتوا فيه بساطة كبيرة بالنسبة لإخواننا في المغرب والجزائر بحكم أنكم متعودين على هذه الأشياء وتسمعوها في راديواتكم وتسمعوها في تلفزيون ودرستوها ربما في المدارس في أمازيغ ليبيا حديثين أهد بالمدارس بعضهم حتى الآن لم يدخل المدرسة الأمازيغية بحكم تجاوز عمراص المدرسة فبس حبيت أني نقدر ننطلق من جهة إلى جهة من أنواع الصنف الأمازيغي فسميت أسفره بمعنى البيان البيان عموم فهذا يسمح لي أني ننتقل من الشعر إلى النثر مثلاً إلى الأمثال الشعبية إلى أصناف كثيرة من الأدم ويعني من أبناء ليبيا اللي ملقوش الفرصة بس للترحال ودراسة الأدب الأمازيغي رأيتنا نقول لكم جزء مما طلعت عليه بنفسي وهو بدون شك قليل جداً من ضروب الأدب الأمازيغي والذي بدون شك أيضاً بالنسبة للطلاب يعني في ليبيا هذا حيكون بالنسبة لهم شيء قليل لأنما سوف يدرسونه في الأعدادية وبشكل أوسع في الثانوية سوف يتوسع في درابسة ضروب الأدب الأمازيغي في كل تمزقه ويغوص في خصوصياته وأصنافه طبعاً وغيناه طبعاً حتشوفه غيناه في التنوى متاعه وبس يعني كمدخل أنا أرغت زمان لمقالة عندي مقالات مطولة في توالد عن تسكلة بعنوان تسكلة وأيضاً بعنوان الشعر الأمازيغي القديم وعندي كذلك شريط وثائقي في الأدب الأمازيغي القديم يمكن الرجوع إليهم إما في توالد بالنسبة للمقالات وإما للشريط الوثائقي في يوتيوب بعنوان أسليل 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 أه؟ بمعنى الزغريت وجب القول كذلك أن أغلب الشعر الأمازيغي القديم ضاع بسبب طبيعته الشفوية طبعاً ولكن مع هذا ضلت أبيات كثيرة من عصور مختلفة باقية وظل منها ما يعتقد أنه يرجع إلى عهد الموحد يعني مثلاً بعض الأبيات اللي ما زالي يحفظها كبار السن في المغرب الأقصى يظنون أن هي ترجع إلى عصر الموحدين يقول الشعر مفروض الإشارة ما تكونش على فكرة في التوحيد للإنسان لأنه بعدين حتشوفه في الأبيات شين يقول أنه لا يشبع حد يانا يقا يسول إسفاو إسفل دي دار إما إزرايي يقا وحدوت إغامة إطاف أولئام السن إيقاتي أريساوال إرواس يان غوفغاني طبعاً هذه الشطر بسيط جداً هو بيت طويل جداً زي ما قلت بحثة أمريكية سنجلاته وعندي منه مقطع مسجل صوتيًا وجزء منه كتبته باليد إذن يعني أول شيء تلاحظه الطبيعة الدينية في الأشعار هذه وهذا طبعاً نفس الشيء بالنسبة للأشعار النفسية على فكرة القديمة اللي نقلها لنا مثلاً وهذه هي الأغلب اللي ما زالي حفظ عليها الناس اللي لها طبيعة دينية إما في حفظ الأبيات وحفظ النجوم مثلاً وأوقات الصلاة وإلى آخره من هذه الأبيات اللي حي نمر عليها بعدين فبوسترو نقل عن الشيخ إبراهيم وسلمان الشماخي صاحب غاسا دي بريدن مجموعة من الأبيات نقل عنه بوسترو وكثرها ذات طبيعة الدينية بل نجد حتى في أقل المناطق اللي ممكن تتوقع تجد بها أشعار دينية قديمة هي مدقة القبائل مثلاً أقدمها الأشعار عندهم أقدمها ذات طبيعة الدينية منها أشعار سي محند أو محند اللي هي باب نستدلاب نذكر بعضها طبعاً عندها جميع الأنواع وحندكوها بعدين الشعر العاطفي والآخره يقول سيمو حندو محند كنا نقدر نتذكر سبحانك آل واحد لاحد دل وجابك نحمد تفكيد القدرة نصب راس الأقدور نصب راس زيك مدز هري سوك ماس لاغ دل وجود الآخره غف الحرم عنك الآخره المهم الشاهد أن الطابع الدين يغلب على الأشعار القديمة ربما نزيد واحد ثاني مثلاً من الشعراء القبائل القدامة اللي هو السعلي بوعرور الشعر عليم بوعرور كذلك القبائل على فكرة وهو خلف يعتبر فيه أو بشهرة السيمو حندو محند وخلف له أو جاء بعدها يعني في المرتبة يقول السيموح أشريفة صبار بوي سامي شهار يفك يفك لقياني ربي يروح تمس جداي الظال يطبض لأخبار يطف أفوديس يغلي إلى آخره من الأبيض طبعاً هنه نذكر في الأشعار بس للاستدلال على أن طبيعة الشعر طبيعة دينية وإلا لما نجو إلى أوزان الشعر وأنواعه وأغراضه وإلى آخره نبدو نجيبه بالشعر ونتكلمه إليه كشعر في حد ذاته ونستخلصه من الأشياء ونقارنه ربما حتى بنفسه من الأشعار النفسية القديمة والحديثة منها وهي أشعار حقيقة طويلة ولازم نصنفه بالنسبة للقبائلية طبعاً القبائل عندهم إنتاج أدبي رائع جداً سواء القديم منه الحديث وهذا يبب حلقات كثيرة لكن خلونا هنا نركزوا شوية لموضوع الملاحظات عند أشعار سوس اللي هو المغرب الأقصى والشلوع طبعاً المغرب الأقصى يقسم إلى عدة تنوعات ولكن الأشهر فيها والأكثر عدداً هم إشلحين في الجنوب وأنا هنا درت بحث خاصة على منطقة سوس ومشيت للدواوير ومشيت لشخصيات معروفة عندهم واجتمعت مع كبار الشعراء فيهم وسجلت أشياء كثيرة ومن هنين بننقل عن بعضهم وبعضهم كذلك عندهم التنوين بشكل كبير جداً لكن اللي يلاحظ الإنسان لما يشوف أشعار سوس بسم الله حتى ولو كان الشعر عاطفي يعني كأنه لما يبدأ الشعر بسم الله يمسح الذنوب اللي بيجيب بسبب الشعر العاطفي وزي ما قلت طب أي شعر عندهم دائماً يبدأ تلا لا يتمتعه بالبسمة لا أو ينتهي بالحمد الله أو يقول صلاة عن النبي أو لآخره يقول مثلاً أحد الشعراء عندهم أضمنين شيئة إغرم هذه سجلتها يقول ينا يسميك نحتاج ينا يسميك يحتاج أدسي يعفوه الباري يعني كأنه في بداية كلامه كأنه يقول يعني ينا يسميك يحتاج جاندس يعفوه الباري أنا العبد الفقير الذي يحتاج إلى عفو مولاه ثم يتحايل كما ذكرت بذكر الأشعار الدينية والذي يعتبرها أشعار محرم إلى آخره يقول سيد محمد طالب يعني من هو في الشعر الديني ومن هو الشعر العاطفي والغزر للآخره لاحظوا أنه هو شعر عاطفي ولكن دائماً يبدأ في أشعاره سيحمد طالب هذا مشهوره ما نحتاجه سنعرفكم به موجود حتى في الانترنت تلقوا عليه مقالات كثيرة تلقوا عليه مداخل في الموسوعات وإلى آخره على الانتحال عندها أشعار عاطفية قمة في الرواسي سيحمد طالب وهذا سنقرره بالتنوعات الأمازيغية الأخرى يقول وكونه الطالب بمعنى الطالب عندهم في المغرب تعني اللي هو الفقية أو المتعلم الديني والآخره فزينا قلنا يفتح دائماً مقولته بي يبدر بسم الله أشعاره جداً ممتعة زي ما ذكرنا وهو حمد طالب ويحتاج إلى أيام دراسة خاصة به يقول سيدي حمد طالب يقول يغير غالقنديلغ تساء نيانا يصبر نيت سمحوني مينش هذا البيت اللي نقصده ما نبيش نقول الهمية هذه ربما هادي نجبوها بعدين في وقتها تساء أوريليل مدوكان سوالن هذا بيئة أخرى يوف أسنت أزواج نغ أك موتن أك موتن بمعنى يعني أشعار غزانية في حقيقة الأمر يقول زي ما قلنا تساء أوريليل مدوكان سوالن يوف أسنت يوف أسنت يوف أسنت أزواج نغ أك موتن ويقول سي حمود طالب في أشعار أكتر ديريكت مش معنوية زي ما قبل شوية أود من ربي ميس أود من ربي لاحظوا يبدأ بالأبيات بإسم الله بذكر إسم الله أود من ربي بمعنى أستحلفكن بالله أود من ربي ميس من نونة تتبيرين ما اسم كنعيتها الحمامات بإسم أود من ربي بمعنى بحق الله ميسم نونة تتبيرين يتعيشة يترقية يتماماس دمريم المعنى هو شعر طويل هلبا لكن غير حبيتني أذكر لكم أنه هو طالب وفقير وعخيره هو لكن أشبحوا أنواع الشهر لعنده وهذا فقير هذا راهم مش بعيد على باقي تمزغة التسامح الدين والآخري فما جد مثلا فيه سيوى 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 اللي هي الطرف الآخر من تمزغة يقول الشعر تتالك واسة أتية جدك تقتلن تنزاية ما أجمالي كائيتها الأمى وردة تطل علينا من الشرفة حتى في نفوسة عندنا وأنتو تعرفوا بعض الأشعار النفوسية يقول الفقه النفوسي مش لازم نذكر الأسمة هنا في شعره وهو إمام جامع يقول أسا جيت غرب من تزريغ اللي تسجوره دي سوفيه زريغة زرزيت تتطاون أمت برنيت اليوم اللي نبحث عليها لقيتها في القصر أو كذا هي مثل الغزالة وعيونها مثل الآخرين فالشاهد أننا تدرع على الاستطراد ولكن الشاهد أن مجال الشعر العاطفي لم يكن مقتصر على عامة الناس فكما قلنا يكتسب الشعر العاطفي حيز كبير من هذا الصنف من البلاء ولكن المكتوب خصوصا المغل في القدم منه ذو طبيعة دينية شعائرية صرفة يعني غرض يعني التعليم للفرائد الدينية والنسك والآخره وزي ما ذكرنا سابقا كان الغرض من أغلب الأشعار الدينية هو مثلا حال عقيدة التوحيد عندنا بالأمازيغية في نفسها للشماخي مثلا الغاية منها تعليم الطالبة العقيدة الإباضية لغير الناطقين بالعربي وهذه طبعا ترجمة الشعر نفسه يقول هذا في أبيضها الشعرية مثلا يقول أحد شعر أسوس يا نور يصداري العربي أورتن يغرى المازيغي يلا جيسن التوحيد دي الشرف نلهادي يلا جيسن التوحيد دي الشرف نلهادي المهم يقول شعر آخر مبرن الكتابة الدينية بالأمازيغية كي كان بيدن لغات أدانغي من الأربي كري كان الرسول دللغة النس أريس سيسي تنابي ياني كان مازيغ تساكزة سلمازيغي إلى آخرين ياني كان مازيغ تساكزة سلمازيغي على فكرة اللحظة كلمة أمازيغ وأمازيغي الأخير في الشعر القديم مع الناس وسا اليوم لا يم يعد يذكر هذه الكلمة يقولون لأنفسهم أرنسة والتاشلحيت والتاشلحيت حتى شعراء المعاصرين هذو يعني الأحواش وغير آخر هي يقولوا تاني تاشلحيت أمازيغي هذي لم تعد تذكر ذكرها مثلا في بحر الدموع طبعا هنا واجب علي أن نشكر جميع الأصدقاء اللي مدوني بمخطوطات كثيرة جدا في الأشعار الدينية خصوصا تعليمية منها لأهاريسوس وجنوب المغرب عموما على فكرة وبالمناسبة قمت بنفسي بتجميع الكثير من هذا الصنف من الأدب وسجلت بعضها حتى صوتيا وقيد أغلبها ولا أنسي القصائد كذلك اللي هي جتني من أزواد أيها أزواد اللي هي ما يسمى معلي اليوم لمشاعر اللي أمدني بها كمخطوطات صديقي علي الأنصاري وهي أيضا في التوحيد وفي الفقه وإلى آخره وبعضها طبعا أشعار عاطفية وبعضها أشعار في أغراض أخرى اللي هي وعلى فكرة أشعار أزواد حقصوها حلقات كذلك وبيدوا ينشك طبعا تقبيليت من تجميع الأستاذ الكبير مولود مامري ومن بعدها مركز دراسات الأنثروبولوجية وعندنا طبعا أشعار مزاب اللي هي بعضها سجلتها بنفسي وبعضها أهداني لأصدقاء وبعضها سجلتها حتى صبوتيان وأشعار من جربة وأشعار المقاومة طبعا بالأخص المقاومة وإلى آخره في الريف والأوراس وعلى فكرة شعر الأوراس مليء بالميثولوجية العمازيغية وهذا حتى هو حنخصوها حلقات يقول صاحب بحر الدماء كما ذكرنا قبل قليل ما ليش نرجع إلى كلمة تمازيغت يقول صاحب بحر الدماء يقول صند من تمازيغت أني فلكيني جان العجبي العجبي النان الفوقها وكاني اللان هو اليدي تذكرت الحكام من الشرع هذا كي جاز إلهي أكي جاز إلهي أيتما المواعيد تبدرن المواعيد المهم أيتما المواعيد تبدرن تبدرن مي نغة المهم يشاهد في الكلام أن كلمة أمازيغ ما تكون فيه العشعار القديمة نعدكم طبعا الحمد طالب نستعين نحفظها كلها الأبيات بتاعها 650 بيت لما كنا صغار كنا نحفظه في أبيات كثيرة وكنا يعني نحفظه في الشعر بكثرة لكن الآن مع الوقت بديت ننسى في هذه الأشياء وبعضها حافظها من أمتى كنت في المغرب من عشرات السنين طبعا لا يشترط الشعر بالنسبة لحفظ المواضيع الدينية فهم أيضا عندهم لما بيحفظوا أي مواضيع دينية يضعوها في قالب نثري كذلك على فكرة وهو جنس آخر من الأدب يجب الحفاظ عليه ودراستها مش فقط الشعر إذن نكتفي بهذا القدر بالنسبة للشعر العمازيغي حبيته يكون مدخل بس يعني ركاب نرجع من البداية أن أغلب الشعر القديم ذو أغراض دينية ويكون مختلص بالعربية نوعا ما بحكم الطبيعة الفقهية متاعها ولكن نعدكم في الأجهام الجاية ندلكم حلقات بالأشعار حتى الحديثة منها قمة فروا ربما تفوق حتى الأشعار القديمة ونختار بعض الأسماء اللامعة في الشعر الأمازيغي الحديث في كل مناطق تمزغة وننقل بعض الأبيات لهؤلاء الشعر رعلها تحفزكم لكم أنتم كذلك تقروا بأنفسكم ونشرح لبعضها لأن في بعضها ولو كان الكلمات والجمل مفهومة يكون الغرض الشعري يكون التشبيه يكون الاستعارة يكون كل هذا مخصص بالقالب الثقافي اللي هو محافظة عليه منطقة دون أخرى من المناطق الأمازيغية وأحياناً فيه إشارات لأسماء وأحياناً فيه إشارات لمناطق والآخره هذي كلنا نتعاون فيها مع بعضنا ونذكرها في الحلقات الجاية عن أصناف وأجناس الشعر الأمازيغي إن شاء الله تكون تعجبكم حلقة هذي وبتعليقاتكم وإرشاداتكم سنكون حلقات أفضل وأفضل في الأيام الجاية وزيما ذكرنا هذه الحلقة مخصصة لسوس في المغلب الأقصى المرجعين توسعه حتى ننتقل إلى أسيف ندادس لني سجلت فيه مجموعة من الأشعار الرائعة جداً وننتقل إلى الشمال إلى الريف من أشعار المقاومة وإلى آخره ومن بعض الأسماء اللامعة في الشعر في الريف وكذلك في زيان طبعاً تموهيت وإلى آخر عالم آخر هذا من الشعر وكذلك ننتقل بعد ذلك إلى الجزائر ثم إلى سيو لماذا؟ بكذكرتكم أجابيات عاطفية من أحد فقهاء سيو نذكركم كذلك من سيو ونذكركم كذلك من الجنوب تنمير تنويل حلقة أخرى إن شاء الله ولما نكون الجنوب على فكرة نسيت أن نذكر أني حنخصص حلقة عن غدامس من الأشعار القديمة اللي حفظها لنا حتى الآن لم فري ولي ذكرها لبعضها بعض الأصدقاء في زيارات متعددة لغدامس تنمير تنويل حلقة أخرى إن شاء الله